تابعنا منذ قليل الرئيس الفرنسي وهو يضع كليلا من الظهور على النصب التذكاري للجندي المجهول أيضا ماذا يدور في أجواء الزيارة الآن لو تنقلنا نعم منذ لحظات فقد توجه الرئيس الفرنسي مانويل مكرون إلى مقامي الشهيد بالجزائر العاصمة إن وضع كليلا من الظهور في هذا النصب التذكاري المخلدي لذكرى أرواح شهداء الثورة التحريرية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي ويعتبر ملف الذاكرة من أبرز الملفات التي ستكون على طاولة النقاش بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي مانويل مكرون حيث سيتوجه الآن الرئيس الفرنسي إلى قصرها المورادية لعقد محادثات تنائية مع الرئيس الجزائري ثم تكون بعدها محادثات موسعة تشمل وفدي البلدين كما قلت من أبرز الملفات هو ملف الذاكرة وما تعلق باعتذار فرنسا عن جرائمها خلال فترة الاحتلال الفرنسي لجزائر وكذلك ملف التجارب النووية التي قامت فيها فرنسا في الجزائر وتعويض الضحايا وتنظيف مواقع هذه التفجيرات النووية حيث أنه صبيحة اليوم أكدت الحملاء الدولية للقضاء على الأسلحة النووية إيكان بأنه على فرنسا تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه التفجيرات النووية التي قامت بها في الصحراء الجزائرية وسابقا للرئيس عبد المجيد تبون أن أكد بأن جودة العلاقات بين الجزائر وفرنسا مرتبطة بمدى جديتها في تسوية ملف الذاكرة أيضا يوجد الملف الاقتصادي الذي يعتبر ملفا ذو أهمية بالغة خاصة في ظل أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا وفرنسا أيضا حيث يراهن اليوم الرئيس الفرنسي على الحصول على صفقات للتنقيب والاستكشاف لصالح الشركة الفرنسية التوطال بالشراكة مع الشركة الجزائرية سونطلاك من أجل الحصول على إمدادات إضافية من الغاز عبر الخط الرابط بين الجزائر وإسبانيا ومنه يتم التحويل نحو خط يربط بين الجزائر وفرنسا أيضا توجد ملفات قليمية متعلقة بالوضع في الساحل الإفريقي وكذلك الأزمة الليبية وما تعلق بالتعاون الأمني المشترك بين الجزائر وفرنسا من أجل مكافحة الإرهاب وكذلك الهجرة غير الشرعية ويرى مراقبون بأن الجزائر لم تتفاعل ربما بشكل كبير مع زيارة الرئيس الفرنسي بسبب الأزمة الدبلوماسية التي كانت قبل أشهر عقب تصريحات الرئيس الفرنسي الذي قال فيها بأنه لا توجد أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر اليوم ربما الجزائر تنتظر ما في جعبة الرئيس الفرنسي من أجل التفاعل معه وتنتظر ماذا سيقوم به ويصرح خاصة ما تعلق بالذاكرة واسترجاع الأرشيف الجزائري حسن ماذا عن مدة هذه الزيارة؟ كم ستستغرق من الوقت؟ كم ستستغرق من الأيام؟ أيضا ما هو جدول الأعمال المحدد لها؟ وما أهم النقاط التي سيتم العمل عليها؟ نعم الزيارة مبرمجة لمدة ثلاثة أيام اليوم سيكون الرئيس الفرنسي مانويل مكرو هنا في الجزائر سيعقد محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون ثم يتجه بعدها إلى مسجد الجزائر الأعظم في زيارة إلى هذا الصرح الديني والحضاري ثم يتجه غدا إلى ولاية وهران في أقصى الغربية الجزائري وهي تعتبر زيارة تتميز بشيء من الثقافة والتاريخ وسيعقد لقاء هناك مع الشباب والناشطين في الثقافة باعتبار أن هذه الولاية ولاية ثقافية بأمتياز وسيكون أيضا هناك التحذير لعقد القمة رفيعة المستوى بين الحكومة الجزائرية والفرنسية والتي لم تعقد منذ عام 2017 وهذا ما أخر العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ولم تتجسد في أرض الواقع وكان من المنتظر أن تعقد القمة في أبريل 2021 لكن يرى مراقبون بأنه بسبب التوتر الدبلوماسي الذي كان أنداك تم تأجيل هذه القمة أيضا خلال هذه القمة سيتم تناول عديد من الملفات الاقتصادية منها ما تعلق أيضا بتصنيع السيارات أين سيقوم الرئيس الفرنسي مانويل مكرون خلال زيارته إلى ولاية وهران في الغرب الجزائري بزيارة مصنع رونو للسيارات وهو مصنع فيه شراكة بين الجزائر وفرنسا 51% من الأسهم لصالحها الجزائر 49% للجانب الفرنسي هذا المصنع متوقف منذ عدة أشهر حيث أن الجزائر تقوم بمراجعة النظام المعمول به في تصنيع وتركيب السيارات وهناك العديد من المطالب بإعادة فتح هذا المصنع حتى لا يتم التسريح والعمال حيث أنه كان من المنتظر أن يتم التسريحهم خلال الأشهر الماضية لكن الطرف الفرنسي أجل ذلك إلى غاية زيارة الرئيس الفرنسي وما ستسفر عنه المحادثات مع الجانب الجزائري وما خاصة فيما يتعلق بتصنيع السيارات هنا في الجزائر ترجمة نانسي قنقر